السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام أهلا ومرحبا بكم قيمة الصنعة أو الحرفة في سرها هذا ما جاءني في إحدى التعاليق ومررت عليه اليوم وقلت يعني سأتكلم في هذا الموضوع ومن يتفق معي أو من يتفق مع الآخر فهل فعلا قيمة الصنعة في سرها ما هو هذا السر الذي نتكلم عنه أنا برأيي أن قيمة الصنعة في إتقانها وجودتها هذا هو المضمون الذي يجب أن تمشوا عليه إخواني الكرام وليس في سرها ليست هناك أسرار إذا كانت هناك أسرار في المهنة فأنت تسمى مخادع يعني هناك أشياء لا تظهرها للزبون لماذا لا تظهرها؟ لكي لا تفضح أمورك إذن أنت تغش أو تغش في عملك إذن هناك غش في العمل إذا لم تريد أن تظهر بعض الأشياء لتلك الحرفة التي تمتهنها فإنك تتبع أساليب الغش فلذلك أنا أرد أن أقول لهذا الشخص أن قيمة الصنعة هي في جودتها وإتقانها أنا شخصياً لما أعمل في أي منزل أو جميع المنازل صاحب المنزل أعتبره كشخص عادي شخص محترم أحترمه كشخص كما أحترم إخواني كما أحترم جميع الناس الآخرين أو ربما أعتبره صديق أعتبره أخ أعتبره لهذه يعني هكذا فجميع الأشياء التي يسأل عنها يعرفها لا يوجد هناك أي سر لأنني متأكد من عملي وأعرف ماذا أعمل والجهد الذي يجب أن أعمله فأنا أقوم به فلذلك لا يوجد هناك سر أعمل بجميع بأحسن المواد من الأول إلى الأخير فماذا سأغطي عنه يعني أين هو السر ماذا سأخفي عنه بالعكس فأنا أفتخر بتلك المنتجات التي أعمل بها العمل كما تشاهدون إخواني جميع أعمالي منذ بدأت في هذه القناة وأنتم ترون بأن جميع الأعمال متقنة من الأول إلى الآخر يعني جميع المنازل لا أنا ولا الإخوان الذين نعمل مع بعضنا يعني الإخوان الذين يعملون معي فكلنا أعمالنا تكون متقنة فهذه هي القيمة الحقيقية للصنعة إخواني فهذا كلام مغلوط يعني أن الصنعة لها أسرار لا يجب أن تذكر تلك الأسرار فبالعكس إخواني الصنعة ليست فيها أسرار الحرف تختلف يعني قد الحرف تختلف من شخص إلى آخر هناك نقطة وحيدة نقطة وحيدة فأنا لا أريد أن أفصح عن جواب هذه النقطة وهي الثمن الثمن العديد من التعليقات تأتيني حول الثمن فلا أريد أن أجيب عن تعليقات الثمن فكل شخص لكي لا أتسبب في مشاكل لأشخاص آخرين فكل شخص ولديه قيمة يعمل بها فلذلك هذا قد يبقى سر ربما قد يعتبرها البعض سر أما أشياء أخرى فليست هناك أي أسرار في المهنة إخواني فهذه هي فكرة خاطئة وليكن القلب يعني متسع وستجدون بأن ليست هناك أسرار فعفوا إخواني فكما قلت هذا هو رأيي الشخصي بأن قيمة الصنعاء في جودتها وإتقانها ومن لديه رأي آخر فليشارك معنا هذا الموضوع إخواني أترككم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم وبركاته ورحمة الله وبركاته